كأن ما يهدد العراق أحيط به من قبل العباد وحكومته ليلتفتوا إلى ما يسمونها تهديدات داخلية تتمثل بزيادة عدد المواليد ونقص المشاريع الخدمية والتعليمية في الأولى مساع من وزارة التخطيط للحد من الإنجاب معللة الوزارة ذلك بمشاكل كثيرة قد تواجه العراق في أضون السنوات الخمسة عشر المقبلة في حال لم تكن هناك سياسات تنموية بعيدة المدى تتناسب مع زيادة السكانية وفي تصرف عجيب يعكس الطرابة وزارة التخطيط الحالية وعجزها عن ابتكار حلول أخرى تضمن حرية المجتمع واستمرار حياته دون قيد أو شرط شكلت الوزارة ما سمته المجلس الأعلى للزيادات السكانية لمناقشة موضوع تحديد الإنجاب سيفرضون على رب الأسرة في المرحلة المقبلة لا تنجب هذا العام لا داعي لمزيد من الموليد توقفوا عن الإنجاب مساهمة منكم في حل مشاكل الحكومة التي تقف لحيلة لها أمام عراق تسببت بأكثر مشاكله ويشير علماء اجتماع عن الزيادة السكانية تقتضي توفير مشاريع خدمية وتعليمية ما يثبت أن الحكومة تسعى بطلبها خفض الإنجاب أو تحديد لتتنصل من واجباتها بتأمين المشاريع الخدمية والتعليمية وإلقاء المشكلة أمام العراقيين ليشعر الشارع أنه سبب ما يعيش من مشاكل وصعوبات معيشية ليس هذا هو المطروح من جانب وزارة التخطيط الحالية التي تسعى إلى استصدار تشريعا يفرض تحديد الإنجاب على الأسرة العراقية وهنا لا تسعف المتلقي مختلف التعابير هي حلول ترقيعية لمدارات العجز والفشل في وقت تشير إحصائية وزارة التخطيط أن نسبة من طفلا إلى 15 عاما تبلغ حوالي 38% من مجموع سكان العراق وتعد نسبة من 16 عاما إلى 64 عاما الشريحة النشطة اقتصاديا ما يشير إلى أن العراق شاب سكانيا تقوده حكومة تغمرها الشيخوخة على آخرها